دايماً الكلام عن ملف التعليم لا ينقطع وخصوصاً مع القرارات الكتير اللي وزارة الترابية والتعليم بتعلن عنها تقريباً بشكل يومي مبارح الوزارة قرار التنظيم مجموعات تقوية للطلاب داخل المدارس علشان تساعدهم على تحسين مستواهم الدراسي الفكرة هنا أن القرار بيوفر حصص إضافية لطلابنا اللي محتاجين دعم في المواد الدراسية ده حيتم طبعاً مقابل مبلغ مادي محدد والموضوع هيكون اختياري بطبيعة الحال يعني محدش هيكون مجبر على حاجة من أجل تطوير نفسه في هذا الملف طبعاً فكرة يا مصطفى دخول المدارس أصلاً بتبقى عبء كبير قوي على الأباء والأمهات بيبقوا الأسر عمتنا عندها خليني أقولها عفريت المدارس داخلة سواء السابتلايز اللي بيبقوا محتاجينها الأولاد أو الدروس الخصوصية والحاجات ذي كلها ففكرة مجموعات التقوية مهمة جداً للطلاب خاصة لما يكون فيه اهتمام مباشر بقى من الوزارة النهاردة الوزارة مهتمية بالموضوع ده مهتمية بالكلاسس دي أو فصول التقوية للطلبة بشكل مباشر هيخلي أهميتها كمان تزيد عند المدرسة لأن القرار هدفه يخلي مجموعات التقوية اختيارية لكل طالب هي مش إجبارية بس تقدر دلوقتي بكل طرق أو طرق كتير متاحة للطالب أنه هو يبقى عنده أكتر من مصدر تقوية سواء المجميع اللي موجودة في المدارس أو خلييني أقول كل البرامج والقروات اللي بتقدمها حتى وزارة التعليم للطلبة أن هما ما يستسهلوش ويلجأوا للدروس الخصوصية على طول يعني دلوقتي بقى فيه حاجة زي بنك المعرفة ممكن للطالب أنه يقدر يعتمد عليها كمرجع للكتب والدراسة أنا عارفة أن أنت عندك بنات في المدرسة يا مصطفى وفكرة أنه إحنا باقت سكول أو رجعين تاني للمدرسة دي أكيد أنت كأب يعني خايف منها كمان لأنه سنجزيدها وأكيد عندك بنت مثلا دخل الشهادة أيوة طبعا بس أنا عايز أقول لك حاجة قصة اللي أنت قلتي بنك المعرفة أو حتى قنوات اليوتيوب أو حتى مدرستنا قناة مدرستنا أو حتى الدروس الأونلاين كلتي حاجات ما كانتش عندنا طبعا إحنا كان عندنا حاجتين كان عندنا إما درس خصوصي بشكل فردي أو بشكل مجموعة أو مجموعة التقوية اللي كانت جوة المدرسة ولكن وجود أكتر من رافض للتعليم بيساعد الطالب أنه ياخد المعلومة يعني من أكتر من اتجاهه وأنه هو زي ما كده بنقول إيه يكون وجهة نظره أنه هو يقدر يتعامل مع الموضوع بشكل شخصي يعني بقى فيه طرق كتير الطالب بتاعنا يوصل بيها المعلومة وأي إجراء لازم يكون الهدف النهائي منه أن طلابنا يستفيدوا بأقصى درجة ممكنة من الدعم التحليمي اللي الدولة موفرة بهذا الشكل دلوقتي بنشوف الوزارة بتطرح مواد تعليمية على موقع الوزارة على القنوات التعليمية المختلفة بكل روافدها فيه أكتر من قناة عالمية كمان على التلفزيون وموجودة دروسها على اليوتيوب ده غير الدروس اللي موجودة أصلا على اليوتيوب بغض النظر عن هذه القنوات كل ده بيتقدم من خلاله شرحة عميقة بيتقدم من خلاله تدريب على الأسئلة فيه بنوك أسئلة إلكترونية فيه تفاعل حقيقي يعني الموضوع مش اتجاه واحد لا فيه أكتر من اتجاه ومن خلالها بيقدر يحدد الطالب نقطة القوة نقطة الضعف بالنسبة له علشان يخفف الضغط على يعني أسرته على أولياء الأمور بشكل عمودة ملف الدولة يعني بتشتغل فيه بأكتر من طريقة وبأكتر من اتجاه في الحقيقة ما فيش طالب قادر أنه يلم كل المواد مرة واحدة أو قادر أنه يبقى خاني أقول عنده 100% تركيز لكل المواد أو حب أو شغف لكل المواد فيه طلبة بتحب المواد العلمية وشطرة فيها وتخصصات كمان في المواد العلمية وفيه طلبة بتحب المواد الأدبية وشطرة فيها أنا بتكلم بسه على المرحلة اللي قبل السنوي العام لكن لما الولاد يبتدوا كده من الأول خالص أو من أول الدراسة مركزين وعندهم رغبة في تحقيق حاجة ده بيساعدهم ينجزوا ويوصلوا لهدفهم بشكل كبير قوي وده أكيد من غير شك هيقلل من الضغوط على الطلاب والأسر خاصة مع وجود حاجات كتير الطالب قادر أن هو يستعين بها زي ما لسه كان مصطفى بيحكي قطوات حلوة نتمنى أن هي تكون فعالة ومجدية في محاربة الدروس الخصوصية لأنها بتراعي خليني أقول ظروف الطلاب وأولياء الأمور يعني النهاردة كل أب وأمه دخلين على موسم المدارس بيبقوا خايفين قوي من فقرة الدروس الخصوصية وبيبقى فيه ساعات استغلال من بعض الناس التانية أو بعض المراكز أو سنترز يعني زي ما بيقولوا أنه يبتدوا من الأول يحسسوك أنه أنتوا دخلين على كارسة أنتوا لازم تبتدوا من بدري النهاردة لما تبقى الوزارة مهتمية بدأ في المدارس هيبقى فيه رقابة على المدارس هيبقى فيه رقابة على المجميع دي فبالتالي لازم هتبقى بتتقدم بشكل يليء بالطلبة ويتماشى مع ظروف كل فصل ومع ظروف كل طالب ويتراعي كل طالب طريقة فهمه حتى للمسألة عامنا إزاي فإن شاء الله إن شاء الله الموضوع دي يبقى مجدي وإن شاء الله الأعباء اللي بتبقى على أولياء الأمور مع دخلة المدارس تقل مع الوقت وأكيد ده فكر برضو إحنا بنحاول نغيره النهاردة فيه بعد أولياء الأمور عندهم الفكر بتاع أنا لازم أبني أخذ درس أنا أبني مش شاطر مثلا في المادة الفلانية فأنا لازم أدي له درس من قبل حتى مدخل السنة الدراسية جرب المجموعة جرب تشوف الوزارة بتقدم إيه هتقلل على نفسك مصاريف زي ما تكلمنا يعني مصاريفها رمزية شوية غير طبعا الدروس الخصوصية وهتبقى في نفس الوقت بتضمن أن المدارس بيشرح حاجة هي اللي في المنهج مفيش بقى السؤال ده أنا عارف أنه هو جاي في الامتحان مفيش الحاجات دي مش هتحصل فإن شاء الله إن شاء الله ولادنا يبقوا دخلين كده سنة دراسية جديدة بروح تفاولية بخطوات إيجابية جدا مركزين عارفين وفاهمين المنهج من أوله ومن بدايته من غير ما يبقى فيه أي لغط في أي حاجة على كل حال كل سنة حضراتكم طيبين وإن شاء الله سنة دراسية سعيدة على كل طلابنا في كل مكان ويا رب نكحين ومتفوقين طول الوقت مرة تانية بنصبح عليكم وصبح الخير يا مصر